القولبة وتصنيع الصورة النمطية قد يتعرض الإنسان لموقف ما في حياته فيصدر بسببه حكما عاما تجاه ما يتعلق بذلك الموقف وهذا ما يسمى التعميم ويحدث التعميم بشكل لا إرادي خاصة وأن عقولنا محدودة أما حوادث العالم فكثيرة وغير محدودة وبالتالي يصعب على عقولنا أن تستوعبها جميعا لنقص المعرفة والمعلومات ولذا قد يلجأ الإنسان لإصدار الأحكام العامة على تلك الأحداث والتعميم يختلف تماما عما يسمى بالقولبة أو ما يعرف باسم الصورة النمطية إن مفهوم الصورة النمطية مفهوم مستعار من عالم الطباعة ويعني الصفيحة التي تستخدم لإنتاج نسخ مطابقة للأصل تم استخدام هذا المصطلح ليعبر عن ميل الإنسان لاختزال المعلومات وأن يضع الناس والأحداث في قوالب عامة جامدة أو أن يصدر عليهم حكما متعجلا غير مدروس فالقولبة استيريو تايب هي أن يتعمد الإعلام تشويه الحقائق حول شخص ما أو فئة معينة أو شعب بأكمله ويرسخ في أذهان الناس صورة نمطية مشوهة حول هؤلاء بخطة محكمة مرسومة بدقة وتزداد خطورة القولبة والطميط في أيامنا لأن وسائل الإعلام أصبحت هي المصدر الرئيس لكل أفكارنا وتصوراتنا عن الدول والشعوب والثقافات والديانات وغيرها كيف تحدث القولبة؟ يتم إنتاج القولبة أو الصورة النمطية والتي هي عدوان معنوي متعمد ومخطط له يتم بالطريقة الآتية تبدأ بإلصاق وتعميم صفات سيئة منفرة سلبية ضد الفئة المستهدفة ثم تقم وسائل الإعلام بضطخيم تلك الصفات وتبالغ فيها وتكررها وتبرزها حتى تترسخ في الأذهان وتتلاشى أي جوانب إيجابية أخرى في صورة المستهدف ثم تأتي مرحلة البحث عن أي مواقف تتعلق بالفئة المستهدفة كي تعرض بطريقة مخالفة للحقائق لتأكيد الصورة النمطية السلبية وفق الخطة المرسومة وبمرور الوقت تترسخ الصورة النمطية السلبية وتصبح كالحقيقة في عقول الناس خاصة مع تنوع أساليب عرضها باستخدام وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة والمرئية وربما بالأفلام السينمائية أيضا وإذا ما نجحت عملية القولبة وتم تصنيع الصورة النمطية السلبية فإن الضحية يجد من الآخرين مشاعر الكراهية أو الاحتقار وأحيانا يخافون منه وفي أحيان أخرى يصل الأمر إلى الرغبة في التخلص منه مما يجعله أحيانا معرضا للخطر يا لها من عملية عدوانية بشعة ينسج الإعلام الخبيث خيوطها بدقة وصمت ومهارة وعندما تم إدراك خطورتها وضعت لها القوانين الأخلاقية الإعلامية حيث نصت عشرات الموافق الإعلامية على عدم التصوير النمطي لأي اتجاه فكري أو سياسي أو جماعة عرقية أو دينية ولكن على الرغم من تلك القوانين والقيود تظل القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية من أخطر ما تقوم به وسائل الإعلام الجائرة ومن أشد أشكال الاعتداء والظلم الذي يتعرض له البشر في هذا العصر وتهدد بانفجار الكثير من الصراعات وتزيد من حدة الكراهية في العالم وتبرر الاعتداء على ضحايا الصورة النمطية السلبية وتجعل العدوان عليهم شيئا مبررا ومشروعا